النهاردة مفيش ماتشاط لكن في أحداث تالي العاصفة اللي حصلت انبالح سواء في الزمارك اللي خسر من التراجي التونسي تلاتة واحد في أفريقيا أو من الأهلي اللي تعادل بالأمس في ملعبة أمام فيتا كلوب بنتيجة اتنين اتنين فالفريقين في موقف مش سهل وبالتالي الاتنين في مرحلة النهاردة استجماع قوة نفس عميق علشان يبدأوا يفكروا في اللي هيعملوا الأيام اللي جاية لأنه مفيش مجال لأخطاء جديدة ولا بقى أخطاء لعيبة ولا أخطاء أجهزة فنية ولا أخطاء إدارات ولا أخطاء أجهزة إدارية ولا حتى أخطاء جمهور محدش يغلط المفوضة الفترة اللي جاية لو انت عايز تكمل مسرتك نحو لقب عاشر وتاني على التوالي يا أهلي ولو انت عايز تاخد لقب غائب من سنة 2002 يا زمالك بعد ما وصلت للفاينل في النسخة اللي فاتت قبل الخسارة والبداية هنا مع الزمالك الزمالك النهاردة كان فيه اجتماع وصل عدد ساعاته لخمس ساعات ولكنه فقط كان اجتماعا لمجلس الإدارة بحضور الكل باستثناء شخص واحد فقط وهذا الاجتماع تناول كل الأوضاع اللي داخل نادي الزمالك واللي ربما كانت قدت إلى الخسارة من التراجي التونسي بالأمس بنتيجة 3 واحد في الجولة الثالثة من دور المجموعات والاجتماع بقى كان فيه ممكن تسميه بجلسة مصارحة جلسة تعالوا مع بعض كده نكتب الأخطاء اللي احنا كمجلس إدارة وقعنا فيها والأخطاء الجهاز الفني الموجود حاليا أجانبه بمصريه وقعوا فيها والأخطاء اللي ممكن يكون اللعيبة وقعوا فيها فحطوا نقطة 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 وتكلموا على نقطة 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 وتكلموا مثلاً ليه باشيكو مبارح رغم إن الزمارك كان جيد في الشوت الأول في الشوت الثاني انهارة بعد الترد والهدف التالت اللي سجل في مرمى كانت ملاحظاتهم خلال الجلسة على فكرة إحنا الزمارك على فكرة إحنا ممكن نبقى مطلوب مننا واحد ومغلوبين فرق اثنين لكن نسعى ونحاول نعدل مش نستسلم من بداية الشوت الثاني من المباراة لكن دي نقطة هنكلم فيها باتشيكو النقطة الثانية اللعيبة تمرد اللعبين في الفترة الماضية وتحديداً قبل مواجهة وادي دجلة حالة العشوائية شوية الموجودة داخل الفريق على مستوى التعامل ما بينهم ومن بعض إيه المشكلة فيها؟ إحنا كمجلس إدارة أخطأنا في إيه؟ تعالوا مع بعض نحط الحلول تعالوا مع بعض نهدى وندعم ونستقر هل خرجت قرارات النهاردة بإيقالات أو تعينات بعد إيقالات حتى الآن؟ لا جديد بمعنى أن باتشيكو مكمل بمعنى أن عبد الحليم علي وأشرف قاسم مكملان بمعنى أن ماتحة عبد الهادي مكمل بمعنى أن الجهاز الفني بإداريه ما زالوا موجودين في مكانهم ليه بقول ما زالوا؟ لأنه بكرة وبعده إحنا عندنا اجتماعات بحسب إعلان الزمالك جلسة ممتدة وكل الخيارات مفتوحة لكن لحد اللحظة اللي بكلم حضراتكم فيها دي لم تصدر أي قرارات ربما بكرة تطلع قرارات لأنه في الجلسة النهاردة اتفقوا يلا بينا نمشي خلصنا كل الكلام كتبنا كل حاجة في الورق بتاعنا بكرة في تدريب الزمالك هيرجع مرة تانية بعد الراحة اللي أخدها النهاردة بعد العودة من تونس يخلص التدريب يخلص التدريب مش قبل التدريب وبعد التدريب نستدعي الجهاز الفني اللي ما كلموش حد منه النهاردة ونجيبهم نجتمع بيهم بمجلس إدارة بجهاز فني سواء بأجانبوي أو بمصريي ونتكلم معهم في الورق اللي كتبنا النهاردة أنت يا باتشيكو عندنا ملاحظات كده وكده وكده هل إحنا أثرنا معاك في حاجة؟ هل أنت مش واخد صلاحياتك كاملة؟ هل أنت شايف أنه الوضع الحالي على مستوى النتائج سواء كانت محلية أو إفريقية وده المهم منبارح الوضع ده مرضي بالنسبة لنا وبالتالي حتى الآن لا إقالات لكن ربما بكرة بعد الجلسة اللي مش عارفينها تقعد كام ساعة تصدر قرارات طيب بمعنى إيه؟ بمعنى أنه اللي قدر أقوله دلوقتي أنه الكلام على إقالة عمر عبد السلام الكلام على إقالة متحة عبد الهادي الكلام على إقالة عبد الحليم علي الكلام على تعيين محمود سعد الكلام على تعيين أسامة نبيه وكل هذه الأخبار حتى الآن لم تحدث مش أقول إن هي كذب أو إن هي غير حقيقية لكن حتى الآن لم تناقش داخل مجلس إدارة نادي الزمالك في اجتماع الخمس ساعات النهاردة من بدري أول حد ما خلص من ساعة تقريبا من دلوقتي الساعة عشر مساء بتوقيت القاهرة الزمالك حتى الآن بيمتلك من ثلاث مطشاط نقطتين بس وبالتالي الموقف آه متأزم لكن ما زال الموقف بين أقدام لعبيه حتى وإن كان بيبعد عن المولودية بثلاث نقاط وعن التراجي التونسي بخمس ترجمة نانسي قنقر